سباح الخير وأهلا بكم مشاهدين الكرام الحلقة جديدة من السياسة اليوم السبت 24 الثاني 2023 ضيفي في هذه الحلقة الأستاذ مروان عبد العال عضو المكتب السياسي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين سباح الخير أستاذ مروان وأهلا وسهلا فيك رسم السيد حسن نصر الله معادلات نصفها واضح مبقيا في الغموض سر الاحتمالات المفتوحة من أراد الإطمئنان بأنه ليعلن حربا مفتوحة نام مطمئنا ومن أراد حربا مفتوحة لم يقطع الأمل بالخيارات فهي مطروحة كلها وأيضا من أبرز النقاط في خطابه قرار حرب غزة فلسطيني مئة بالمئة أخفته حماس عن الجميع ما أثبت أن إيران لا تمارس أي سلطة وصاية عليها حزب الله دخل المعركة منذ الثامن من تشرين الأول هناك هدفان وقف الحرب على غزة وأن تنتصر حماس في غزة أمريكا هي المسؤولة بالكامل وإسرائيل هي الأدات تطورات جبهة الجنوب مرهونة بأحد الأمرين مسار الأحداث في غزة وسلوك العدو الصهيوني تجاه لبنان وبالختام كل الاحتمالات وكل الخيارات مفتوحة ويمكن أن نذهب إليها في أي وقت من الأوقات يعني اليوم اسمعنا كلنا بالأمس خطاب السيد حسن نصر الله بحيث رسم إذا فينا نقول الإطار الذي سوف تتحرك به تتحرك الحرب ضمن معادلاته كهيك قراءة أولية لهذا الخطاب شو فينا نستشف منه من خلال النقاط الأبرز التي طرحها بالأمس يعني أولا أحيي الشهداء وكل هذا الدم المقدس الذي ما زال ينزف شريان الدم في غزة حلال هذه المحارق التي يتكبها النزيون الجدد في الصهاين على أرض فلسطين وإلى كل الشهداء الذين أيضا يسقطون في فلسطين على أرض فلسطين في الضفة الغربية وفي مخيماتها وأيضا شهداء المقاومة في جنوب لبنان لا شك أن هذا الدم مقدس وهذا دم يسير على طريق الانتصار لا شك أيضا كان هناك الكثير ينتظرون هذا الخطاب بحكم أولا طبية المعركة وطبية الحدث الجلل الكبير الذي حصل وبالتالي كلمة السيد على رأس هذا المحور المقاومة وبالتالي بنيت الكثير من الرؤى والتصورات حول هذا الموضوع طبعا ولكن من ذهب للقول بأنه هل سيكون موقف مفصلي بهذا المجال هل قرأتم بحديثه أنه كان في موقف مفصلي أم مثل ما قرأوا العالم أنه لم يعطي أي قرار حاسم وحازم يعني أعتبر هو قبل أن يخطب وأن يعطي قرارا هو قام بالتنفيذ وقام بممارسة أولا عمل مقاوم على كل امتداد الحدود مع فلسطين محتلة وقدم الشهداء وبالتالي هو اليوم طرح قل يقول لم يكن خطابا عاطفيا كما كانت تشتهي بعد العقول وكان خطاب له طابع استراتيجي يعني هو يتحدث عن هذا السيناريو الذي يقوم على العمليات الدقيقة الكثيفة الكثيرة على المنسبة المنتصاعدة بالجبة الجنوب ومن ثم أعطى أيضا مفهوم آخر أقول هو للكبح أو للردع يعني كما يسمى في العلم العسكري أنه هذه الأمر مفتوح لكثير من الاحتمالات التي لم يقولها خيارات كلها مفتوحة نحن نحب الخطابي دائما نسعى إلى نريد أن يقول ما لم يقوله عادة أرتكيب ولكن إذا كلنا من الحاكم أمور تحليلات يعني ما قبل خطاب سيد حسن نصر الله اليوم يعني ربط إذا بدنا نقول الحرب مرهونة بأمرين يعني مسار الأحداث في غزة وسلوك العدو الصهيوني تجاه البناء بدي أحكي أنا شوي عن غزة يعني اليوم برأيك اليوم يعني خلال كلام السيد حسن نصر الله كانت إسرائيل ترتكب مزيد من المجازر عفوا يعني اليوم مسار هذه الأحداث قديش ممكن بعد يتطور أكثر مما هو ما يرتكب اليوم هو جنوني لا شك وأكثر منه المتوقع على الأقل يعني أن تمارس إسرائيل استراتيجية لا أبرياء في غزة لا أبرياء في غزة آها صح كما أطلق عليه يعني صفر أخلاء أو حتى تحت الصفر يعني بالمعنى هذه الجرائم التي ترتكب بهذه الشناعة أولا في قصد من وراء هذه الجرائم وارتكادة أعرف يعني في كسر هذه الروح يعني الآن ليست الفكرة فقط هي ضرب حماس أو البحث عن المقاومين أو لا غزة تمثل بيئة ورحم المقاومة وبالتالي القصد هو قتل هذا هذا الرحم المقاومة الذي يحمل هذه المقاومة وبالتالي هل هذا الأمر سيعود عليها بالنفع هل هذا يمكن تسجيل انتصارات من خلال هذه الجرائم وهذا الدم الرأينا أن إسرائيل كأنها تهزم نفسها بدم غزة هذه مسألة يجب أن نراها بشكل واضح لن يضيف إلى رصيدها شيء لن يعطيها انتصار بشيء صحيح هذا يعني تضحيات مؤلمة وكبيرة وهي تريد أن تتحكم أيضا بصحة المعركة كأنه تريد أرض محروقة وتريد يعني هي تقوم بذلك اليوم عم نشوف كيف عم تمارس هذه السياسة وخصوصا يعني مع المجازر اللي عم ترتكبها عم توصل للمستشفيات كلها للمدارس لغيرها يعني اليوم وخصوصا من خلال هذا الغزو البر الذي تقوم به كمان عم تعتمد سياسة الأرض المحروقة لكي تدخل ولكن يبقى السؤال إلى أي حد سيمكنها يعني من اعتماد هذه السياسة سيمكنها من الدخول أكثر وأكثر والتوغل في غزة ولو الوصول إلى أين يعني هذا هو يبقى السؤال هدف واضح تماما أولا فيه إرباك شديد بمسألة اتخاذ القرار في اختلاف الآن يعني حتى قائم إلى أي مستوى يعني مسألة الغزو البر مسموحة وكيف أيضا لأنه فيه حسابات للخسائر التي تقع أولا فيه روح قتالي عالي وهذا يجب أن ندركه جميعا فيه خسائر وفيه أسرى جدد وفيه كماء جدية وفيه التحام يعني أسطوري ما بين المقاومين وبين يعني القوات الغازية فيه حرب شوارع وبتالي حرب مدن هنا عندنا طبعا شيء علاقة بعقدة عقدة شجاعية عقدة غزة يعني بالمعنى وهذه العقدة سيعاد تجديدها بهذا المعنى ورغم أنها تعتبر أن هذه حربة حرب وجودية لكن تحملها لهذه الخسائر المحدود يعني أول شيء في أسرى في أسرى الموجودين يعني موجودين في هندسي يعني كمان معقدة لدى المقاومة هي أعدت كامل عدة لمسألة الحرب الدفاعية وكيفية المواجهة واحتمالات الغزو الإسرائيلي هي موضوعها بالأساس مجهز لها العد الأسلحة موجود الألغام موجود حفر النار حتى يقاب أنه هو يتم تصنيع الصواريخ داخل هذه الأنفاق في المواد الأولية لأن البعض يسأل أنه لم تنفذ إمدادات حماس أو إلى متى ستستمر هذه الإمدادات يعني يجرح الضاينة أيضا ولكن على ما يبدو أنها تصنع هذه الصواريخ داخل الأنفاق يعني المقاومة بخير هكذا يعني هن يريدون الوصول إلى نقاط التحكم الرئيسية في المقاومة طبعا يبحثون عن الدخول إلى المراكز الرئيسية نحو غزة غزة المدينة لأنه بيعتبروا أنه في المركز القيادي موجود في غزة المدينة وين صاروا هن اليوم إذا فينا هيك قديش فينا نقول أنه استطاعوا يعني الدخول إلى يعني في حديث أنه هن تراجعوا باقي على التخوم يعني في حديث أنهن تراجعوا عن مواقع كثيرة عندما سقط منهن قتلة فبالتالي يعني يعني بعد عمليات محدودة نعم يعني أولا شي المناطق اللي قرب بيت حنوني منطقة الشرقية الاختراق من عند يعني الوسط يعني نقول هذا واحد اثنين الاختراق الشمال من عند البحر يعني اثنين بالمساعدة بالقصف البحري محاولة تقدم على هذا الشارع الرشيد يقال له يعني كل الهدف هو الاقتراب من مدينة غزة وطبعا تدمير اللي حصل بمخيم جباليا له علاقة به هذا الموضوع لأن مخيم جباليا هو المخيم الأكبر مخيم المقاومي مخيم الانتفاضة الأولى بالنسبة اللي بيتبروه أيضا معقر رئيسي بهذا المجال وكان بشري كبير يعني هو أكبر مخيم فلسطيني في غزة يعني ستين ألف نسمة لم توفره طبعا وأوقعت فيه من أكبر المجازة اللي راح تحيطها أكثر من أربعمائة قتيل يعني وضع صحيح وعداد الجرحة كانت هائلة طب هذا على أبواب الغزة وما بالك إذا كانوا نخرطوا يعني داخل الغزة وهم كانوا يريدون منطقة فارغة في شمال الغزة ووضع تماما مبارح التبريرات الإسرائيلية للجرائم التي ارتكبت حتى في المستشفى الأندونيسي الكل الفكرة قائمة لأنه إحنا طلبنا من سكان الشمال بأن يذهبوا باتجاه الجنوب طبعا لم يذهبوا هذه كانت تحجتهم أنه هن طلبوا ولكن ما بنعرف نحن قديش حقيقية هذه الأقوال يعني اليوم تقول إسرائيل بأنه تطلب من المواطنين المتواجدين وسام بهذه المكان الخروج منها ولكن البعض يقول بأنها لا تطلب شيئا ولا تعلن ولا تحذر يعني طلب الأول هو طلب تفريق شمال غزة هو طلب تفريق لتسهيل تقدم بري وللضغط أيضا باتجاه تهجير هكذا كان المخطط الرئيسي الجنوب ثم حصر يعني الناس في الجنوب ثم فتح منفذ إلى سيناء يعني هذا هو منطقة آمنة كما كانوا يقولون هذا هو المخطط الرئيسي أما إصطة الإنذارات هم قلت أنه الآن أصبحوا يطعطوا بأن لا أبرياء لا مدنيين يعني في قطاع غزة دليل القصف حتى الناس اللي طالعين على الشارع الناس حتى اللي يعني على كارات يعني كارات اللي بتجرها الدواب يعني قصفوها الإسعافات قصفوها يعني فالبالتالي هذا ذريع الآن الضرب مبارح القزيفة اللي وصلت على يعني المستشفى الشفاء يعني هذا طبعا فيه خمسين ألف مستشفى الشفاء خمسين ألف يعني فيه خيم حواليه من مهاجرين مش يعني فقط ومستشفى الآن يقوم تقريبا بشكل مركزي في يعني كل الحياة الصحية اللي عم مارسها داخل الحرب هذا هو هذا العدو يريد أن يضغط بكل الأشكال ويمارس كل أشكال القتل من أجل الوصول إلى هدف طيب ولكن لم يتوصل حتى هذه اللحظة لأي من أهدافه الحقيقية وهي القضاء على حماس أو بعدين رجعت راجع على قدرات حماس القضاء يمكن على بعض قادة حماس لم يحقق أهداف الأسرة أيضا لكمان لم يتوصل عنده هدفين مثل ما بيقوله أساسيين طبعا حتى هذه اللحظة لم يتوصل يعني لأي هدف صحيح يعني هو كل سؤال الدخول إلى غزة كان يعني مطروح ما هو الأفق السياسي دائما فيه فيه أهداف بتكون معلنة فيه أهداف غير معلنة غير معلنة هلا إحنا كنا دائما متوسطين صح كان فيه الهدف الأول اللي بنقال دائما برفعوا الإسرائيليين السقف عالي جدا ومن ثم هذا السقف يهبط كما صار بالمناسبة بالجنوب صار بها كثير من محلات يعني حتى غزة مش هادة أول حرب يعني بال2006 أرادت القضاء على حزب الله بعدين ظلت تتراجع مظبوط يعني وهزمت في هذه الحرب وهذا نفس الشيء يعني رفعت هذا لكن الشيء اللي غير معلن هو أنه فيه أول شيء فيه حكومة صيونية متضطرفة بشكل كامل فيه مشروع أمريكي له علاقة بشيء أبعد من غزة وهذه مسألة يجب رؤيتها لأنه بالآخر حدا بزينها بالحرب اللي بيجري بأوكرانيا حدا بيجري بمصالح الولايات المتحدة الأمريكية تتبيت وجودها داخل هذه المنطقة وإلا لماذا تبنت هذه الحرب لأن المستوى السياسي الولايات المتحدة الأمريكية هي القيادة السياسية أيضا ليس فقط القيادة العسكرية في مجلس الحرب بالأمس يعني وخلال خطاب وركز كثيرا سيد حصل نصر الله على أن أمريكا هي المسؤولة بالكامل وإسرائيل هي الأدات ووجه يعني كل انتقاده أو أكبر انتقاداته أيضا إلى الولايات المتحدة الأمريكية يعني اليوم كأنه الحرب مع الولايات المتحدة الأمريكية طبعا يعني حتى في حدا قال أن الولايات المتحدة الأمريكية تحولت إلى إسرائيل كبرى يعني في هذه المعركة هي متبنية بالكامل وضاغطة أيضا على دول عديدة باتجاه تحقيق أهداف إسرائيل طبعاً تحت مسمى كاذب كلنا صرنا نعرفه هو الدفاع عن النفس هذا شيء طبعاً مخالف تماماً حتى للميثاق العامة للأمم المتحدة لأنها دولة احتلال فبالتالي تحاول أن تروج عن الموضوع وان بيرح بلينكين أول موصل أنه هو جاء إلى هنا لأنه في حق لإسرائيل الدفاع عن النفس حتى وقف اطلاق النار إلى الآن يتم الحديث عنه بهدنة نصف يوم لإخراج الجرحى والمدنيين والحملين الجوازات محاولة طرح أفاق أيضاً لهذه المعركة لكن الطرق مغلقة بالنسبة للعدو الصهيوني كأنه أمام الله خيار تخيل الآن هو أوقف المعركة وخرج رغم كل هذه الضحايا هو هزم صحيح لم يحقق أهدافه لأنه بيكون صحيح وهذا الشكل النمطي يعني انتهاء المعركة بهذه الطريقة يعتبر هزيمة لإسرائيل لذلك عم نشوفها أنه هي يعني تستكمل عدوانها صحيح بالأمس كان فيه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يعني زارة تل أبيب بالأمس الطرحات التي طرحها على الإسرائيليين يعني البعض عرفنا منه والبعض الآخر يبقى مخفي يعني أديش اليوم صحيح أن الإسرائيليين رفضوا وقفا لإطلاق النار أو أي هدنة لا بل طالبوا بشروط يعني أيضا ومنها عدم إدخال الوقود لقطاع غزة اليوم ترفضوا هذا الطلب الأمريكي يعني إجا يا أنتوني بلينكند حتى يقولون أنه بدنا نحاول أنه نوقف نعمل إطلاق نار لفترة أو هدنة ترفضوا أيضا لا تخيل أنه وقف تلاق النار يعني إنساني يتخيل أنه اللي بيزود إسرائيل بكل هاي الصواريخ بيعطيها قرار الحرب وبدعمها بكل هذا النار اللي عم بيصب على رؤوس الناس بغزة يتحدث عن هد إنساني ويستطيع إذا كان أراد هالمسألة الإنسانية أن توقف يستطيع إيقاف إسرائيل ما حدث أنه هل إسرائيل هي التي تتحكم بالولايات المتحدة الأمريكية يعني هذا لا يعقل إذا كانت تريد أن توقف الحرب وشافت أنه في مصالح إليها عم تتضرر أو في مصالح إليها صعيد العالم عم تتضرر أو في مصالح إليها داخل وقت المتحدة الأمريكية بالمعنى كحزب ديمقراطي ومقبل عن انتخابات وغيرها بدأ يتضرر إذن تستطيع أن توقف الحرب لكن وقوف الحرب هل هذا قادر تتحمل إسرائيل؟ هذا الذي غير قادر تتحمل إسرائيل يبدو هو أيضا يريد أن يبحث عن مخارج بالنوع أنه يبحث شيء أفق سياسي لماذا يجبع الآن أن وزراء خارجي عرب؟ بدأ أحكي بأل حل سياسي ولكن اليوم يعني عم بقولوا هني أنه حماس تخزن الوقود تحت المستشفيات ولذلك لا حاجة هنا فيه تبرير دائم تبرير القتل جاهز طب اليوم قديش هذا الشيء حقيقي يعني ولا طمن يعني فقط إذا كان فيه إمدادات يعني لأنه شفنا أنه كثير من المستشفيات خرجت عن الخدمة بسبب نفاته لا أنا برأيي موضوع المستشفيات شيء مختلف شيء مختلف هني عندي يعني خطة تم تدولها من فترة أنه يعني ارتباط الناس بالآن بالحاجات الأساسية والضرورية منها المستشفيات فإذا تم تعطيل هذه المستشفيات سيتم إجراء الضغط غير معقول على الناس فيه بمناسبة فيه ناس حتى لو لم يكونوا أصيبوا في هذه المعركة لكن فيه مرضى سرطان فيه مرضى يعني دائما هن بحاجة لهذه المستشفيات تتخلق أن تغلق هذه المستشفيات مع الأسف في بعض الدول تحاول أن تدخل على الخط كشريك للعدوان وشريك بالجريمة ومنها الحكومة الفرنسية التي تحدث عن إرسال أيضا مستشفيات عائمة لتكون بديلة لهذه المستشفيات ماذا يعني ذلك؟ ماذا يعني ذلك؟ هذا يعني شكل من أشكال أيضا الإبادة وشكل ومشاركة فعلية في جريمي ضد الإنسانية وهذا جزء من محاولة تطهير عرقي وتغيير الديمقراطية الفلسطينية على الأرض الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتيريش قال أن ما تقوم به إسرائيل اليوم هو تطهير عرقي للفلسطينيين طبعا إسرائيل قامت بالـ 48 على التطهير العرقي ما إحنا ضحايا التطهير العرقي هي نكبة شو؟ ما هي تطهير عرقي وما زال هذا التطهير العرقي موجود على مرأة من هذا العالم الضميره نائم برأيك كنت عم تحكي عن أنه أتى أنتوني بلينكين لوضع حل سياسي هل يعني برأيك اليوم نحن وصلنا إلى مرحلة لنبدأ بالوضع حلول السياسية وما هو الطرح الذي أتى به أنا برأيه هو يريد استكمال الهجوم الميداني على الأرض لأنه ما فيه له أي معنى إلا بهجوم سياسي آخر يعني يحاول أن ينجز في السياسة ما فشل عن تحقيق العدو على الأرض بالميدان وهذا طبعا يأتي الإسرائيل نصر ما يعني هناك مخاطر من هذا الجانب في حديث طبعا الآن يكون فيه جمع لدول العربين أتمنى هذا سيسقط يعني البطل هذا اللي قاعد على الأرض وهذه التضحيات اللي حصدت على الأرض ليس سهل يجي تتسلم للناس بهذه السهولة من نوع هذا يعني عندي حكي عن قيادة بديلة عن قيادة صنع في أمريكا هذا طبعا هل الشعب الفلسطيني قاصر إلى مستوى أنه بدوا يتساوق مع هيك مشروع وأنه قيادة مدنية يعني حتى في واحد وصفها هيك تعبير مع أنه هن النازيين أنه كيف خلصت ألمانيا من النازية علينا أن نخلص غزة من حماس يعني هذا منطق طبعا واضح أنه يعني بدوا يعمل إعادة تغيير بالناسبة في أحد مستشارين في أحد مستشارين شارون كان يقول أنه لا يمكن أن يحقق أي سلام مع غزة طبعا هو إلا إذا تحول الغزويين إلا فنلنديين يعني هو يريد أن يغير عقلية المجتمع هذا جزء من الحديث أنه حط برامج تشترك فيها هون القطورة إذا شاركت فيها دول عربية يعني هذا محاولة إعادة فرض وصائع على الشعب الفلسطيني وهذه واحدة أيضا من المخاطر ويجب أن ننتبه إلى وتحتاج إلى رد فلسطيني أولا بالمعنى السياسي كمان وليس فقط بالمعنى العسكري طب لأنه اليوم يكثر الحديث مع أنه لكن في مواضيع أخرى بدي حول أفصل فيها أكثر ولكن حكيتني عن الحل السياسي يكثر الحديث طبعا عن ما بعد غزة وإلى أين أديش اليوم سينفض الغبار عن اتفاقية حل الدولتين ويعود إلى الواجهة من جديد من بعد ما كان يعني من بعد ما كانت ماتت هذه الاتفاقية وخصوصا أنك حكيت أنه سيفرض على غزة يعني وصاية جديدة اليوم ما تروح يعني ضمن هذه الحلول أن تأتي يعني وصاية عربية وغربية ويعني هي التي تحكم غزة صحيح هو السؤال كان دائما عيده ضمن الاتفاقية يمكن الجديد اللي رح يرجع ويعيده أحياء اليوم يعني أنا قلت من البداية أنه هذا شيء لن يمرر لأنه أساسا دائما في ناس بتنتصر على الأرض بس يسرق هذا النصر حصل كتير يعني شوفنا مثلا اللي صار بمصر يعني أكتوبر صار في عبور وصار في سرقة هذا النصر بكان ديفيد يعني جديد لكن بالواقع الفلسطيني واقع التجربة واقع هذا النضال وهذا الصراحة التضحيات اللي بتحمله الشعب أكتر من أي حدا آخر مش نظام تحمله يعني وفصيل وكذا كل واحد دفع منه يعني ثمن هذا الموضوع ليس بالسهول أنه يمر هذا المشروع تعرف أنه فيه مشاريع كتير انطرحت مش بس هذا يعني انطرح مشروع ترانسفير يعني ومعنى سبغزة عاشت بمشروع ترانسفير مش من الآن من خمسينات هتكون وأسقط يعني كان دائما توسيع قطاع غزة باتجاه سيناء وهذا المشروع كان بالخمسة وخمسين وصقط بحرب السبع ستة وخمسين وحتى هلا باتفاقية القرن اللي عملها يعني دونالد ترامب كانت موجودة يعني صحيح أيضا موضوع غزة والترانسفير والآن ترح يعني كمان بشكل علني لأول مرة يعني بشكل واضح من قبل الحكومة الإسرائيلية أنه علينا أنه يعني أن نقوم بتوطين الفلسطينيين من غزة إلى يعني منطقة سيناء وحتى يعني حتى في أحد المشاريع اللي شفناها من الأوراق اللي سرين هلا بتيجي عن كيف القاهرة الجديدة يعني اللي تم إعمارها في طريقة يعني حديثي وتمام أنه كمان ممكن ينعمل يعني مدينة فلسطينية يعني كمان وتشارك يعني الدول يعني أنا عارف تعرف والله الكلام اللي قاله الجياب مرة في الجزائر نوري وفيتنا أنه الاستعمار تلميذ غبي طب هو كل ما عدت إنتاج مشكلة اللاجئين كل ما عدت الصراع إلى بداياته هل هذه المسألة يعني تنهي القضية الفلسطينية بهذه الطريقة يعني يعتمدون أنه يعني في حال أنشأولون دولة بديلة أنه سينسوا هيدا هيدا هنالاتكال دائما ولكن أثبتت القضية الفلسطينية أنها لن تنسى يعني إلى أبد الآبدين يعني أولي لإيجاد يعني حلول نهائية لألع اليوم تحجيم يعني كمان ضمن هذه الحلول هو تحجيم حركة حماس ونزع سطوطة مع عدم إنهاء كليا يعني وتسليم مسؤوليات سياسية إلى جانب حركة فتح يعني إرضاء ببعض يعني المسؤوليات السياسية مثل ما أرضوا حركة فتح يعني بالزمنات نقول الفكرة الرئيسية كانت من يوم ما طرحت فكرة السلطة وهذا صار فيه جدل كتير بالساحة الفلسطينية ويوجد صار الانقزام على أساسه يعني هل هذه السلطة من أجل استكمال يعني قيام دولة فلسطينياني هل تكون هذه السلطة في خدمة المقاومة يعني كيف أم تكون نقيضة المقاومة بصراح حماس حولت السلطة كما ثبت يعني في النتيجة في هذه العملية لخدمة بشروع المقاومة فبالتالي لذلك هي تدفع هذا الثمن هم يريدون تراجع حول هذا الموضوع بالعكس أن تستخدم يعني أو تنهى المقاومة من أجل فكرة السلطة صحيح لكن واضح تماما ما هو وحنا وصلنا إلى يعني هذا الآن الانفجار اللي حصل يعني زي واحد بسألك أنه ماذا عن رأيك في 7 أكتوبر وعملية حماسي الكبيرة كأنه بدين فيه المقاومة أنها قامت بهذا العمل لكن ينسى أن من قبل 7 أكتوبر هو أولا أغلق كل أساسا شيء له علاقة بالتسوي بالسحة الفلسطينية معهد شيء قائم الضفي تقدم حل الدولتين اللي تفضلت هلأ وسألت عنه قبل شوي كان مطروح وأساسا هو جزء من خطاب أمريكي زرع على السنة العرب والفلسطينيين وبعض الفلسطينيين مع الأسف حل الدولتين نعم هو كان هناك أساسا عن برنامج منظم التحرير اللي علاقة بحق العودة وتقي المصير وإقامة دولة فلسطينية أما كيف فكرة الدولتين على كل حتى هذه الدولتين كانت خدعة وهذه آخر مرة نتنياهو أصلا الإسرائيلي يرفض يعني بالعكس كان يعتبر اللي كود كان يعتبر أسل وتنازل وعدم من الوصول إلى دولة فلسطينية ولا غيره طب بايدن لما إجا على فلسطين والتقى مع أبو مازن قبل شي سنة شو قال له عن مشروع الدولتين قال له هذا المسيح لا يستطيع أن يحققها طبعا قيمة الآن العملية هي أنها حطت قضية فلسطينية من جديد على الطاولة على الطاولة إنها قضية عالمية مركزية وهذه قصة الدولتين الآن عاودة التجارة فيها هذا هو ليس الحل هذا ليس هو هذا الحل شو هو الحل اليوم المطلوب الحل المطلوب ومسألة سهلة إذا إسرائيلي تريد دفاع عن نفسها هذا بين الأسئل إنه الاحتلال ينتهي ينتهي في عنا الاحتلال يجب أن ينتهي هذا الاحتلال الآن إحنا شعب بدل حرية هذا شعب ولكن ما بتشوفوا اليوم مطلب يعني بعيد المنال صعب أن يتحقق حتى لو لكنه لن يسقط حتى أنه لن يسقط هذه التضحيات ليس من أجل أثنان بسيطة هذا من شأن ثمن لشيء أغلب من هناك بكتير اللي هو الحرية والوطن ما انتم شايفين حدا أنا سمعت كلام حدا واقف تحت الأنقاذ قال إحنا بلن نقتلهم بعظام أمواتنا هذا هذه إرادي لا يمكن هذه التضحي فيها خليني أتوقف مع أول فاصل آليني ونجع من كمال حديثنا فاصل ونتابع عودي لكم مشاهدينا لمتابعة السياسة اليوم بدي رحب يضيف الأستاذ مروان عبد العال عضو المكتب السياسي في الجابة الشعبية لتحرير فلسطين رح فيك مجددا أستاذ مروان خليني أرجع شوي أيضا لخطاب السيد حسن نصر الله وخصوصا أنه كان في أسئلة كثيرة طرحت يعني قال أنه قرار حرب غزة فلسطيني مئة بالمئة أخفته حماس عن الجميع ما أثبت أن إيران لا تمارس أي سلطة وصاية عليها يعني هذا بالتحليل يتأخر شي اليوم لماذا كان يعني هذا القرار بهذا الحجم يعني حتى أخفته حماس عن باقي فصائل المقاومة بالمنطقة ويعني قديش هيدا شي يثبت بالفعل أنه يعني إيران لم تتدخل أو ما كان إلا يعني أي رأي بهذه العملية أولا بالمعنى التكتيكي يعني قرار وعملية بهذا الحجم لا شك أنه أحد أسرار النجاح هو المباغتي المباغتي هذا المباغتي اللي سموها هني استراتيجية الخداع وطالما على فكرة إسرائيل مرست مثل هذا النوع هذا كان يحتاج إلى استراتيجية أخرى وهي الكتمان بمعنى حتى مش بس يعني بحدود معلوماتي حتى يعني حركة حماس ليس الجميع يعرف يعني بره طبعا لا بس بالداخل بغزة حتى ليس الجميع لأنه هذا الخبر لو انتقل كان ممكن يفقد عنصر المباغة والمفاجأة واللي مكن لهذه العملية من النجاح بهذه الطريقة نعم ورغم أن كمان الخلل الكبير موجود عند إسرائيل بهذا المنحة طبعا هذا أحكي آخر لأنه إسرائيل كان بتحليلات الأمنية والإستراتيجية بأن حركة حماس تهديد يمكن التعايش معه وكان عندهم يعني معنى خديعة أخرى أنه حماس تسير باتجاه طلب مساعدات أكثر من دخول حرب آها يعني مسؤوليات سلطة هذا طبعا هلا اللي راح يتحكم عليه هلأ نتنياهو والآخرين وهني مع فكرة زج الجز العشب معنى أنه العشب دائما لا يقتلع بل يجز يعني بدخلوا حرب كل فترة بمنعه بشيء أنه الآن صار يعتبروها يعني خطر وجودي بطل مسألة تهديد بمكن تعايش معه لا يمكن تعايش معه هذا الاختلاف الآن حصل طبعا سيكون نشوفها مسألة الثانية إلى أيضا بعدها الاستراتيجي بالمعنى الوطني أنه دائما أنه كن في قرار وطني بالحرب هذا بوفر عناصر كتير طبعا صح أنه جزء حماس المقاومة في غزة هي جزء من محور المقاومة طبعا لديها استراتيجي مشتركي معها وتكامل واضح وهذا أعرفه وهي أساسا يعني على شبه اتصال وكأنه هناك غرفة عاملية كاملة متكاملة حول هذا الموضوع لكن بخصوص التدعيات المعركة هذا يعني بشكل أو بأخ لكن نكون هناك يعني قرار وطني بالتالي في مسؤولية وطنية إزاء هذا الموضوع في انتصار وطني وهذا طبعا بسقط كل الأقوال اللي كانوا دائما كلما طلعت صاروخ من غزة أو كده أنه هذا طلع بقرار وأجندات حتى اسمها كثير مقاتلي الأجندات يعني كيف الخارجية يعني كأنه هذا القتال ليس من أجل وطن هذا القتال من أجل خدمة هذه الدولة وهذا طبعا يعني كلام على السبب أسقط هذا الوهم أسقط هذا الوهم ولكن يعني اليوم عملية بهذا النوع وبهذا الحجم وبهذه البطولة اللي نفزتها يعني حركة حماس وفصائل المقاومة الفلسطينية يعني اليوم عملية تاريخية تعتبر اليوم أما كانت بحاجة لأي دعم إذا بدنا نقول وخصوصا أنه عندما قامت حماس بهذه العملية وكتاب القصام وغيرها أكيد كانت عم تتوقع أو متوقعة لردة الفعل اللي رح تأتي ستأتي يعني من إسرائيل والعدوان اللي رح تشنه إسرائيل على غزة ما كانت بحاجة لمساعدة ومساندة بهذا الموضوع لا أولا حماس ما كانت تشوف حالة يتيمة أساسا أولا طابع الفعل اللي قامت فيه كمان كمان أعلم لم يكن توقعوا هذا الانهيار الإسرائيلي بهذه السرعة وخاصة أن تتحطم فرقة غزة بالكامل يعني طبعا وهذه كل المستوطنات أصبحت غلاب غزة تحت قبضة المقاومة صحيح وأصبحت أمام يعني اليوم وقدروا خرقوا هذا الجدار الإلكتروني اللي كانوا بيعتروا أنه لا يخرق كل شيء مستحيل يعني تم الوصول إلو فهذا هذا ما كان متوقع يعني كان شيء عظيم جدا انتصار أكبر من ما يعني كانوا يبتغوه من هذه العملية كلها هذا واحد تنين لا تعتبر حالة يتيم يعني هي أساسا الآن هذه ليست معركتها إسرائيل تحاول أن تجزئ المقاومة بأنها مقاومة مع حركة حماس لحظة حتى صار مرات المنشيط تكتبو عليها مركة إسرائيل وحماس صح هي محاولة ليش هذا تمنع فكرة تكامل بالبداية كثير يعني تركزت الأمور على أن حماس يعني فقط هي من قبل ولكن بالنتيجة هن فصائل المقاومة الفلسطينية ككل ولو هي قامت باسم الشعب الفلسطيني وكل وكل أحرار العرب والمقاومين بصراحة ممكن لا يتمنى مثل هذا العمل بصراحة هذه إسرائيل تستحق أكبر من هيك بكتير هذه مسألة طبعا يعني قلت أنه بتدخل بإطار الدراسات والتقييم وكذا ولكن بعد المعركة مستمرة فبالتالي منواجبنا جميعا أن نكون جميعا حماس في القتال لن نترك حماس وحيدة يعني الفكرة لحكاها السيد أن حماس تنتصر يعني كما نريد لحماس أن تنتصر نوقف اطلاق النار ونريد لحماس أن تنتصر صحيح هيدول يعني أهم هدفين وقف الحرب على غزة أن تنتصر حماس في غزة يعني اليوم هيدول النتجتين اللي بد يعني محور المقاومة تريد يعني أن تخرج بهم يعني من هذه الحرب اليوم يعني اللي كنت عم أسألك هي أنه ما كن بد مساندة أو مساعدة من محور المقاومة ككل أو تكون في دعم يعني لألك وخصوصا أديش اليوم أنه بعد كل الاحتمالات مطروحة وكل الخيارات مفتوحة اليوم برأيك هذه المساعدة وهذه المساندة ستأتي في الأيام المقبلة يعني أنا متأكد يعني أولا فيه مصدقية للمقاومة مصدقية عالية جدا عند يعني محور المقاومة وعند شعبنا الفلسطيني وعند أهل غزة وإنبالنا إذا حدا بيعتب يعني من الناس العاديين أنه أساسا يتوخل كثير بالمعنى وعلى فكرة هذه ثقة كبيرة يعني أنت تارفين لما يعني تستعاد حتى على مستوى العربي أنه هذه الصورة تتحطن كل هذا 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 العفن الذي علق في المنطقة العربية وطائفية ومذهبية وكذا خاصة بعد الربيع العربي تلاحظ أنت المصير يهتف لي باسم السيد حسن في شوارع القاهرة ولا في العمان وفي مناطق تارفك أنا برأيي أنه لا في شيء استعاد وهذه جزء من من الثقة يعني الآن إذا في أي حديث هو بأنه في أمل هذا الأمل قائم وموجود ما في أمل معلق على إلا على المقاومة بهذا الحجم رغم أنه الملامي يجب أن تقع على من يمدون أيديهم مش للشعب الفلسطيني على الذين يمدون أيديهم للإسرائيلي الذي يقتل الشعب الفلسطيني على الأنظمة التي ذهبت باتجاه التطبيع وباتجاه تبني الرواية الإسرائيلية وتشكيل دعم اقتصادي واتفاقات أمنية واتفاقات مع هذا الكيان الصيوني مع هذه الجيوش التي تعرف بالصواريخ وكل أنواع وأحدث الأسلحة ولكنها تستغل في حروب عربية بينية بتدمير دول عربية هذا يجب أن تلام أيضا وهذا جزء من مقاومة الشعوب لمثل هذا المصار لأنه من نعم الفرز هذا هو الفرز أنا نشوف أنه في مقاومة للشعوب بالنتيجة وأيضا في مساعدات عم تأتي إلى الشعب الفلسطيني ولكن اليوم بالأمس تحدث سيد حزان نصرال عن أنه لبنان دخل الحرب منذ اليوم الأول ثاني يوم بدأت الحرب أيضا على الجبهة الجنوبية ولكن بالنسبة لموضوع وحدة الساحات والمقاومة أيضا بالعراق وباليمن عادة ومنذ طوافان الأقصى يعني المقاومة الإسلامية في العراق تستهدف القواعد الأمريكية أن كان الموجودة عندها بالعراق وأن كان بسوريا بتشرين يعني باثنين تشرين الثاني من يومين اختلف هذا المشهد وقصفت هدف حيوي بإسرائيل وهو على سواحل البحر الميت ولكن طبعا ما حددت طريقة التنفيذ إن كان عبر مسيارات إن كان عبر صواريخ ولكن قالت إنه هي استهدفت وبعدين رجعت بنهار التالي استهدفت أيضا جنوب إسرائيل يعني بإيلات أيضا اليوم السؤال شو هي الرسالة اليوم ما وراء توصيع رقعة الاستهداف هل تقول أننا لن نكتفي وستكون ضرباتنا عابرة للحدود هل دخلت أيضا العراق اليوم المعركة بهذه الطريقة طبعا يعني المقاومة الإسلامية في العراق نعم لما يكون فيه يعني الآن وضوح كامل أن الولايات المتحدة الأمريكية هي جزء من العدوان بالتالي بالمناسبة وجودها في المنطق العربية هو عدوان هو احتلال يعني ليست موجودة بشكل شرعي لا بالعراق ولا بسوريا ولا بأي محل آخر ولا بالأردن فلذلك طبيعة مقاومتها هذا من حق الشعوب الموجودين يعني إذا كانت قاومة تساند شعب فلسطين فإحنا عم نشخص لهذا العدو عم نقول هذا العدو اللي موجود الآن هو الذي يخوض هذا العدوان هو الولايات المتحدة الأمريكية فبالتالي أحد أشكال دعم القضية فلسطينية ومقاومة فلسطينية على أرض فلسطين وقطاع غزة هي من أيضا من كل هذه الشعوب هذا واحد اثنين هي إشارة أيضا بأنه مساحة المعركة لن تبقى محصورة يعني فقط في منطقة محددة زي ما قلنا أنه هي ليست معرض غزة وحدة وبالتالي أيضا لن تكون في لبنان وحده وهون طبعا طبيعة العمل الاستراتيجي يعني هو أنه العمليات تتصاعد في لبنان بشكل متدرج تضغط تشل قوة بالأساس ولكن تم توصيحها بشكل أكبر لكن هذه إشارة لولايات المتحدة الأمريكية إذا أردت حربا واسعة فستكون كل مواقع وكل المناطق تحت النار والشيء ما حكى فيه ستكون للمقاومات بكل هذه الدول يعني السيد ما حكى فيه مثلا فيه شيء ما حكى فيه لهو في الأخي القدس مثلا هذا ما شاب يعني خير الساحات أنه فيه إلى خصيات بالمعارك هما قال وحد الساعات بمعنى أنه كل الساحات يعني إلها نفس كيف النقلات اللي هي موحدة يعني إذا كان فيه حدا بصواريخ فس في حدا ممكن فيه عمليات مختلفة فيه مسيرات فيه على أهداف أيضا مشاركي فيه أكتر من مكان يعني الخيرات متنوعة طبعا اليمن اليمن وأرتيريا اليمن ومباب المندب اليمن وإلات اليمن يعني أنت تعطي الآن إضاءات كيف ما هي مساحة السراع هذا عمل مهم جدا يعني أنا قلت ليش قلت فيه طابع استراتيجي لهذا الخطاب بالعكس غلط يكشف أوراقه الكامل نعرف أنه قوة المباغة اللي قامت فيها حماس يجب أن يمتلكها أيضا المحور في الوقت والساحة المحددة حتى يقدر انتصار لكن إحنا ما بدنا نروحه طوشي مش طوشة عرب ولا فزعة يعني فكرة الفزعة الآن الشيء اللي عم بيحصل شيء مهم جدا عم بتطور بشكل أكبر على كل الصعوب ليس فقط على صعيد العسكري إنما أيضا على صعيد التغيير يعني أنت تعتبر اليوم بهذه الطريقة وما تقوم به المقاومات يعني الإسلامية اليوم هي ضمن معركة يعني وحدة الساحات وهي توصل الرسائل اللازمة والكافية يعني بهذا الإطار وتدافع عن غزة إذا بدنا نقول من خلال هذه الجبهات التي تفتحها العمليات يعني اللي عم تعملها اي صحي نعم الواقع اليمن يعني هل دخل أيضا اليمن يسمعنا بالأمس يعني كان في مقابلة للحوثي كمان وقال أنه نحن جهزين ونحن نوى نحن مستعدين يعني لدخول الحرب بأي لحظة أيضا نعم بكل رسائل لإسرائيل صحيح وهذا طبعا ما في أبدا أي يعني شك بروح الشعب اليمني صراحة دائما كان يعبر عنه ونحن كنا نشوفه في وعي يعني حول خطورة هذا الكيان الصهيوني وحول التصاق بالقضية الفلسطينية بالمناسبة من الأول يعني انطلاق الثورة فلسطينية وأنه عندهم شهداء وعندهم مقاتلين وعندهم كذا بمثل روح حقيقة والآن اليمن اللي مستهدفي كانت من الرجعيات ومن البيئات المتحدة وغيرها لا كمان تعي تماما أنه هي في هذا الموقع في هذا الخندق يدافع عن شعب اليمن أيضا عن العروبي يدافع مش بس فقط عن فلسطين فبالتالي هذا الموقف يقدر وهذا الموقف لا نستطيع إلا أن نرفع له القبعات لأنه هذا هو الشعب اليمني أيضا من نفس الشي الشعب العراقي الآن اللي أيضا عانى الويلات وضلت يعني فلسطين حاضرة يعني في عماقه وبالتالي المقاومة في العراق عندما تأخذ مثل هذه القرارات وهذا الموقف هذا دعم كبير للشعب فلسطيني أفكر دعم المعنوي كمان ليس سهلا يعني بتعرف الآن فكرة دائما يا وحدنا اللي كانت تتصير الآن لا بتشعرش أنت إلا وحدنا صار عندك ناس الطالبين لو تقولين تعود خلو المعرك بس صار عندك ناس طالبين ما كانش فيه حدا طالب يعني أو حط طالب ما بيسمعك الجزائر بمناسبة حتى الجزائر عنده قرار يعني مسوت المجلس النيابي بوكل الرئيس بإعلان الحرب يعني جدا مهم يعني اليوم يعني يقولون بأنه جبهات جديدة تفتح من الجبهة الشرقية بعد أن كانت تأتيها الضربات يعني من شمال لبنان منا من الجنوب عبر اليمن يعني عبر الحوثيين كل هذه الجبهات اليوم مفتوحة البعض يعني اعتبر أنه وكل السيد حسن نصر الله من خلال خطابه أنه العراق واليمن بتحمل المسؤولية أكثر من أنه سيفتح أكثر جبهة لبنان لا أول مقدم هو بالدائما بالعكس هو بالمقدمة يعني اليوم ينسون بأنه هو دخل هذه الحرب بالأمس لأنه يعني كانت التوقعات يعني كتير كبيرة ولكن يعني نسيت إذا بدنا نقول للعالم أنه جبهة لبنان مفتوحة من تاني نهار كما قال السيد حسن نصر الله يعني وأنه هن دخلوا الحرب منذ اليوم التالي وفي خسائر عم بيكبضة للعدو الإسرائيلي وكما أنه يسقط له الكثير يعني من الشهداء اليوم برأيك يعني السؤال المطروح أيضا أنه إلى متى ستستمر حرب غزة يعني صار في نوع من عملية استنزاف تقوم بها إسرائيل اليوم تقتل وتدمر يعني قديش بعد ممكن تتكمل هذه الحرب وبهذه الهمجية اللي عم تقوم فيها أنا قلت يعني هذا هذا الحرب عم تخلق دانميات القتل الذاتي لإسرائيل وأنا فكرة القلق الوجود عم تخسرها يوم طبعا برأيك طبعا أنا برأي هذه الحرب بتخسرها يعني متى تنتهي ستنتهي بانتصار المقاومة والشعب الفلسطيني وكل الأحرار العرب مع وكل مقاومين هذا هذا هو الذي نريد وعساسا نحن نقاتل لا لنموت نقاتل لكي ننتصر فبتالي هذا هو قدرنا يعني هم أساسا ماذا يريدون مننا دائما المستعمر يريد من الذي يقع تحت الاستعمار بأن يكون مواطنا مؤدبا يقبل بعبوديته يقبل بدونيته يقبل أن يعيش حياته طول عمره ركيف به تحت هذا الاستعمار وتحت الاحتلال الشعب الفلسطيني فقط لا يريد أن يعيش هذا هو يموت كل يوم بالتأسيد أساسا من غير هذه الحرب يعني زي ما فيه مرأة آلة مرأة هذا كمان بغزة أنه من غير هذه الحرب ونحن عام بنموت يعني من غير هذه الحرب يعني هنا إصلاح نحن كان يعني نموت ما غير الحرب عنا نموت ما غير الحرب الشعب الفلسطيني وعم بفسد كل حياته يعني على مدار 75 سنين مش بس حصار غزة الأخير فبالتالي ما في عنا طريق إلا هيك هل إسرائيل ستحقق انتصارها بهذا الجرائم أنا برأيي يعني الآن ستتحول أول وأخيرا إلى دولة معزولة يعني هذه لا نزية خلدت ولا هذه الدول ورتكبت مجهزة كبيرة يعني بحق الشعوب ولا كل هذه المارس وإبادة على صعيد العالم بأيوم موجودين بالأمس سقطت جنوب أفريقيا دولة التمييز العنصري كيف واضح لأن العالم لفظ هذا هذا الشكل من أشكال الاستعمار غير مقبولة عالميا ولا يكون ترويجها عالميا هي الآن لاحظ لندن تلت شوارعها العالم كله بيهتفل فلسطين صح فلسطين صارت اختصار بوقت كانت قادة هذه الدول هي من تقوم يعني أو هي رأس الحرب إذا فينا نقول أيضا كمان بهذا العضو طبعا أنا برأيي هني شعروا بالخوف أنا برأيي شعوب العالم شعرت بالخوف وليس فقط تضامن مشاعر يعني إنسانية وعاطفية من أجل فلسطين هي شعرت بالخوف أن هناك عودة لهذا الشبح اللي الناس نسته يعني هذا شبح أولا النازي فكرة العنصرية هذا واحد يقول أنه هذه الحرب هذه مطنع الحرب بين الهمجي وبين الحضارة يعني هل إسرائيل تمثل الحضارة بهذا شكل وشعب فلسطيني وشعب الهمجي يعني حاولوا يعملوا تضليل أعلامي كبير وخصوصا ببداية يعني المعركة ولكن على ما يبدو بأنه انقلب السحر انقلب السحر على الساحر يعني وبدأت يعني كل الشعوب وكل العالم يعني تعرف أين هي الحقيقة اليوم والله يمكن تذكروا هتلر ذكرت الهتلري صح يعني أنت شفت هلوكوست يعني حتى لو حكى فيه أكتر من حدا فبالعكس اللي كانوا يعني اعتبروا حالا حتى مهما كبروا بلغوا بيصد أنه ضحايا هتلر هن الآن أصبح الجلاد اللي بمارس نفس السلوك هن اليوم عبي مارس ما مارسه هتلر بحقهم يعني على ضحايا ما لنش علاقة بهتلر أساسا لأنه تعتبر يعني اليوم ما يجري في قطاع غزة يعني هولوكوست آخر نعم تقوم به إسرائيل يعني ما تعلموا من التاريخ اليوم وهم يقومون بهذا بهذا الإجرام اليوم إن النصر أكيد ولكنه يحتاج إلى صبر طبعا هذا ما يتحلى به الشعب الفلسطيني اليوم الصبر نعم ما في نصر ممكن يحقق بدون ثمن صحيح ثمن غالي وكلفي غالي علينا أنه ننصر لهذا الدم بصراحة كمان بأن ننتصر على أولا على ذواتنا ثم على عدونا على ذواتنا أنه نسقط كثير من الأوهام إحنا الآن نحتاج إلى المزيد من الوعي بصراحة جبهة الوعي جبهة هام جدا على هذا الصعيد هناك في محاولة يعني تلويث وعينا وتزييف الوعي وجرى تزييف وعي العالم يعني لاحظنا بلحظة كيف يعني تم تشويه الرواية بالكامل أنا بصراحة اللي كان أوضح من كل هيك هذا هذا الدم الفلسطيني هذا شريان الدم اللي مفتوح بغزة هو عاد كتابة الرواية الفلسطيني والحق الفلسطيني لذلك اللي عنده هذا الحق وعنده هذا شعب شعب جبار شعب اسطوري لا يمكن إلا أن يحقق الانتصار صحيح أكيد إن شاء الله بالختم بدأ أحكي شوي عن الحالة الإنسانية وما تعنيه اليوم وما يعنيه قطع غزة من حصار مفروض علي وضع المستشفيات بهذه الأيام وضع يمكن أذا بدنا نقول المياه الكهرباء الأفران الوقود اليوم يعني شو فينا يعني شو فينا نقول عن هذه المواضيع وقديش بحاجة غزة لكل هذه المساعدات غزة كيف الرواية اللي حكي عنها غسان كنفاني يا رجال تحت الشمس يعني قالوا اقرعوا جدار الخزان غزة مش اقترعوا جدار الخزان اخترقتوا لهذا الخزان اللي هم حصرهم لأنه هي كانت ممكن تموت بقلب الخزان لكن كمان مطلوب بصراحة من الجميع الآن هذا الكلام الآن واللي عم بيحصل على الأرض بصراحة هذا الانتهاك للحقوق الإنسان وهذا يعني أولا أولا على العرب العرب أنا بحكي على عرب الأنظمة والعرب شعوب شعوب العرب يمكن شعوب العرب فيها تلعب دور أيضا في الضغط على هذه الأنظمة عليها تكون يعني تأخذ موقفا بهذا المجال مش فقط يعني نسحب سفير ونقطة زي تجميد علاقة وغيره في إجراءات يكون عنده قرار واضح أن هذا المعابر يجب أن تفتح على غزة هذه المؤسسات يجب أن تقوم بدورها يعني بالآخر فيه ناس بتموت بريئة بهذا المجال أما أن تكون متورطة بشكل أو بآخر في ضمن الرواية الإسرائيلية جزء من صراع الشعب الفلسطيني بصراحة هذه بصير مسؤولية الشعوب العربية إذا كان فيه أنظمة متورطة بهذا العدوان فهي يعني هذا عقابها هو عن طريق شعوبها هل ترضى هذه الشعوب أنه يكون حدا يعني على رأسها عكس وعيها عكس أخلاقها ما هو وضع اليوم المعابر لماذا لا تفتح أو يعني معبر رفح اللي هو يعني من أهم المعابر اليوم ليش ما يفتح لدخول كل المساعدات وكل الشاحنات التي تنتظر على المعابر ممنوع إسرائيليا ممنوع إسرائيليا قلت أنا كان فيه اتفاقات معها لحد الآن فيه التزام بهذه اتفاقات قرار عربي أم قرار مصري اليوم أولاً إسرائيل إسرائيل لا يمكن تسمح لأي لأي شاحنة تدخل إلا تمر على أول شي على كارم أبو سالم تروح مئة كيلو متفتش تعود ترجع شوف الإدلال طب هذا احنا منعتبره وهذا طبعاً بيرسم يعني مصر ليه مش منقول احنا منفتح الحدود بوصفة حدود عربية عربية حدود بين الفلسطينيين وبين مصر صح لماذا يتم الدخول على الخط أو يطرحوا بدائل أن تكون هناك قوة دولية ونحن نرفض قوة دولية نحن نرفض أيضاً تكون قوة دولية بصراحة يعني شروط السيادي والشروط كرامتنا العربية والشروط أيضاً موقع مصر ومكانة غزة في الأمن القوم المصري يستدعي فتح هذا المعبر لأنه فيها أشقاء عرب فيه إخوان عرب فيه ناس تستحق الحياة أيضاً فهذه مسؤولية الجميع وليس فقط يعني مسؤولية طرف واحد ليس الجانب الفلسطيني ولا فيه دخول إسرائيل على الخط فيه اتفاقات معقودة حول المعبر طيب ليش ما عم تتنفذ هذه العقود يعني لا لا أساساً يعني أولاً إسرائيل تريده يعني شكل مشكال حصار يعني الآن عم بتحدد قديش كمية الوقود لاحظ صح يعني حدا يهزأ أيضاً من الإسرائيليين وكل الدول العربية 21 دولة عربية ما بيستطيع عفوته حب الدول غزة بدون قرار بدون قرار إسرائيلي يعني ما أشوفها لأي درجة من درجات الإهاني هذا مش عشعب فلسطيني لا بيموت بكرامة أفضل بكتير من نعيش مهان طيب عم يسمح لبعض الناس بالخروج عبر معبر رفح اليوم ولا لا لا فقط لبعض يعني بعض الأشخاص أكتر من أكتر أخرجوا لناس الجرحة كان دفع الأولى اللي طلعت الجرحة 71 هن يجب أن يكون 80 يعني 80 جريح ما بيقدر يعالجوه في غزة بيطلع يتعالج بمصر وبعرف أنه كان يشترطوا أنه يجب أن يكون معه جواز سفره وفي عدد ما كانش معهم جوازات سفر رجعوهم صحوه لأنه إذا تهدمت بيوتهم طوام ننجيب جواز سفر يعني طلح زي الله أي مستوى من فهدول هدول اللي طلعوا يعني طلعوا الأجانب اللي أني طبعا حاملين جنسيات عايشين كانوا بالقطاع مع مؤسسات دولية ما هو أساسا كل فتحة المعبر كرمال هدوك مش كرمال ناعم كرمال الرعاية الأجانب بالضبط بالضبط هن طبعا بيحاول يضغطوا 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 على الحالة الإنسانية من أجل انتزاع أثمان سياسية وهذا لن يمر اليوم صامدون يعني بغزة ولكن يعني اليوم إذا بدنا نقول قديش يعني ممكن أن يتحمل هذا القطاع وأهل هذا القطاع هذه العدوانية هذه الوحشية أكثر بعد يعني قديش قادر يصمد قديش بعد فيه سكان اليوم بغزة نعم نشوف أنه عم يكون فيه مجازر بعد على مناطق بغزة دي بعد فيه سكان داخل غزة ما تلاح حدا من غزة ما تلاح حدا من غزة مش من غزة من شمال غزة يعني ما أخلو إلى الجنوب لا أبدا هو هذه يعني أيضا بسألت تهجير الناس والتحكم بحياتهم وممراتهم وتغيير ديمغرافي هذا لم يحصل ولن يحصل إلى أي مدى بصراحة نحن نتمنى كما قلت أن يصمدوا أن يتوقف هذا العدوان هذا أول شيء أن يفك هذا الأسر عن هذا الشعب هذا الموت المتسلسل هذه المجازر الإبادة الجماعية التي تمارس الآن بالتقصيد مجازر بالتقصيد على شعبنا ما شفنا فيه بحياتنا يعني بعدنا منصرخ لآنا ولصبروشاتيلة ولدياريسين ولكذا فالآن على المشهد العدو نفسه المجرم نفسه الذي ارتكب نفس المجازر ولم يحاسبه أحد كان يجب أن يكون هذا وراء القطبان هذا الذي أفلت من العقاب هو نفسه الذي يمارس وسيمارس طالما أنه ما زال خارج القطبان يعني نحن خلص وقتنا بدأت شكر حضورك معنا أستاذ مروان عبد العال عضو المكتب السياسي في الجفة الشعبية لتحرير فلسطين وعلى أمل أن نلتقي يعني لاحقا وتكون غزة انتصرت خلال هذه المعركة شكرا لألك مشاهدين الكرام بقوا معنا في القسم الثاني من هذه الحلقة وأستضيفها دكتورة ليلا أولى أستاذة العلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية فاصل ونتابع اشتركوا في القناة